إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ حين أنا بأشوف العلاقة بين الله وبين الملائكة أنا براها دلوقتي طبعاً ربنا بيوصي الملائكة بين إحنا بالمؤمنين فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ هذه الآية يا جماعة من أروع من شرحها أروع من شرحها سيد قطب مش بقى في ظلال القرآن لا في كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن هذا الكتاب أنا قرأته وقرأت القرآن بعده وكأني لم أقرأ القرآن من قبل أبداً كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الآية فيها تصوير عجيب يا جماعة الرعب شيء معنوي والرعب ده حاجة كده زي الترابيزة اللي قدامي آه ده حاجة معنوية حاجة مش 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 حاجة محسوسة الرعب شيء معنوي معنى شعور من المشاعر ربنا قال إنه يعني ربنا جعله في الآية دية شيء مادي وكمان حركه قال إنه هو سيلقيه فبقى شيء مادي محسوس وكمان بيتحرك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بدلها كلمة واحدة سنرعبهم لكن وقع سنرعبهم على القلوب غير سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب انت شايف حاجة بتتحرك وبتقع في قلب حد فشوف الصورة الرعب اللي هو الشيء معنوي تحول إلى قذيفة بتلقى بتشوف قذيفة بتطير في الهواء وبتنزل بتفجر بتنزل في قلوب الذين كفروا واقع كبير سيد قطبلهاد بيبدع في هذا الكتاب أنا أنصح الكل إنه يقرأ التصوير الفني في القرآن بيبدع في إبراز قوة القرآن في التصوير والتحريك ده لإنه هو أصلا كاتب مسرحي هو أصلا فنان